اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحفة على قناتكم شوف تيفي بداية الجولة من يومية المساء والعنونات المدارس تتخلى عن التوقيت العادية والوزارة ترمي بالكورش إلى الأكاديميات وفي التفاصيل عكس ما أعلنته سابقا في بلاغ رسمي كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أنه لا توجد نية في الوقت الحالي للعودة إلى اعتماد التوقيت المدرسي العادي خلال الفترة الرابعية وكشف مصدر اليومي أن الوزارة رفعت يدها عن هذا القرار وفوضت من جديد مسألة تكييف التوقيت للأكاديميات انطلاقا من مشاوراتها مع الجهات المعنية وانطلاقا من مجالس التدبير وقد تفاصل مكلكم التفاة بيومية المساء أربعة سنوات لمستثمر متهم باغتصاب قاسرات عنوان اختارناه لكم مشاهدينا من يومية أخبار اليوم وفي التفاصيل بعد مرور حوالي 11 شهرا على توقيفه أيدت غرفة الجناية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الأربعاء الحكمة البشدائية الصادرة في حق مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية بإدانته بأربع سنوات نافدة بعد متابعته بجناية استدراج قاسرات واقتصابهن بالعنف بقى التفاصيل مكلكم تفوها بيومية أخبار اليوم وإلى جريدة الأحداث المغربية والعنونات أسطول جديد للنقل بالبيضاء في 2020 وفي التفاصيل أكد عمدة مدينة الدار البيضاء أن سنة 2020 ستكون صفحة جديدة في حافلات النقل العمومي بالبيضاء من خلال خدمة جديدة وبأسطول جديدة وبشبكة مهيكلة تستجيب لحاجيات ساكنة البيضاء وسبعة عشر جماعة محيطة بها فقد تفاصيل مكلكم تشوفها بجريدات الأحداث المغربية بهذا كنونس ومشاهدين لنهاية تشوف الصحافة للقاء ودوم تشوفوا في العيش الله